أعلن قصر الإليزي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو سيتوجه اليوم إلى مصر لحضور قمة المناخ كوبا 27 بشرم الشيخة وقبيل مشاركته في القمة دعا ماكرو في تسجيل المصور نشر على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعية دعا مواطني إلى طرح أسئلاتهم عليه بشكل مباشر وتقديم أفكارهم حول التحدي البيئي الذي يواجه العالم